السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث في التعليم المستمر نكمل وإياكم ما تبقى لدينا من الدرس السابق عن النص الفهم القراءي ونقوم اليوم بالإجابة على التدريبات المصاحبة لهذا النص بودي أيها الأخوان قراءة النص قراءة صامتة قبل البدء بحل التدريبات ليسهل علينا استذكار إجابة للتدريبات أثناء الحل لأن التدريبات مرتبطة بالنص توضيح سريع الكفاية المستهدفة التعرف على القراءة الصامتة أيضا قراءة النص قراءة سليمة ومعبرة وكنا قد أنهيناها في الدرس السابق فهم المقروء والسعابة والسعابة جوانبه والسثمارة سوف نطبقها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا كان معنا نص الفهم القراءة كتاب يتحدث عن نفسه بود نوقف المقطع ونقرأ قراءة صامتة بعد أن ننتهي من القراءة الصامتة نعود ونتابع المقطع بارك الله فيكم بعد أن أنهينا القراءة الصامتة واستذكرنا النص وقرأناه جيدا نبدأ الآن بالإجابة على هذه الأنشطة المصاحبة للنص أولا أتأمل الصورة المرافقة للنص ثم أجيب شفهيا عن الأسئلة التالية هذه صورة بنت تحمل معها عددا من الكتب لدي عدد من النقاط أو عدد من الأسئلة تتعلق بهذه الصورة ماذا يوجد في الصورة؟ كما هو واضح لديكم هذه البنت التي تحمل الكتب لماذا كانت الفتاة حزينة؟ لماذا كانت الفتاة حزينة؟ من النص نستنتج أن الفتاة كانت ترغب بالذهاب إلى مدينة ترفيهية ولكن الرحلة كانت إلى معرض الكتاب فهي قبل الذهاب إلى معرض الكتاب لم تكن على علم والدراية بقيمة الكتاب أو الكتب بشكل عام متى تحدث الكتاب؟ متى تحدث الكتاب؟ تحدث الكتاب في بداية المعرب في بداية المعرب والافتتاح كيف كان شكل الكتاب؟ من خلال النص نستطيع أن نصف شكل الكتاب إذا عدنا إلى النص نصفه وصفا دقيقا أنتقل إلى السؤال الثاني أمشط النص وألتقط منه المعلومات الآتية وأكتبها في مكانها المخصص اسم الشخصية الواردة في النص كان لدينا شخصيتان هند والكتاب وأيضا الأم والدة هند فأنا وضعت كلمة أو شخصية الكتاب كلمة تدل على الزمان أو الزمن يوجد لدينا الماضي الحاضر ساعة هذه من كلمات ومدلولات الزمن كلمة تدل على المكان من ضمنها معرض كلمة تدل على عضو من أعضاء الإنسان ورد في النص عيون فعل من الأفعال الخمسة تستمتعون كلمة تتضمن همزة متوسطة علي يومئذ أنتقل وإياكم إلى التدريب الذي يليه أقرأ النص وأضع إشارة صح يمين الاختيار الصحيح من المتعددات الآتية يعبر النص عن أحداث زيارة معرض الكتاب وصف حلم جميل التخطيط لرحلة سياحية حول العالم مذكرات يومية حول زيارة مكتبة عامة أحسنتم أن النص كان يتحدث عن أحداث زيارة معرض الكتاب مجال النص الذي معنى هل هو علمي هل هو رياضي هل هو اجتماعي هل هو ثقافي أحسنتم هو ثقافي حول الكتاب أنتقل وإياكم أيضاً أضع إشارة إشارة صح يمين المعنى المناسب لما لون بالأزرق في كل جملة مما يأتي دون أن تكلفوا أنفسكم مشقة السفر مشقة بمعنى صعوبة ومعاناة أو تكلفة مالية أو مسافة رحلة طويلة أو وسيلة مواصلات أحسنتم هي صعوبة ومعاناة وأصبحت ذاهلة ما معنى ذاهلة خائفة مذعورة مضطربة في حركاتي حائرة لا أستطيع التفكير أخذني حديثه الساحر أخذني بمعنى سخرت منه وضحكت استمالني للاستماع إليه بإعجاب فرحت وسعدت منعني من الكلام بصوت مسموع استمالني للاستماع إليه بإعجاب الخيار الثاني هو الخيار الصحيح كنت أتأمل منظره ما معنى أتأمل ما معنى أتأمل أتساءل عن سر جماله أرسم صورة جميلة عنه في خيالي أعيد النظر فيه مرة بعد أخرى أقارن شكله القديم بشكله الحديث أتأمل أحسنتم أعيد النظر فيه مرة بعد مرة ننتقل الآن إلى هذا التطبيق آتي من النص ما يتفق والعلاقات الآتي على غرار المثال الأول نستخرج من النص علاقة التضاد وعلاقة الترادف وعلاقات تشابه في نوع الجمع علاقة التضاد مثل الماضي والمستقبل أيضا من النص استخرج الكبير والصغير الكبير والصغير هنا علاقة التضاد أيضا علاقة الترادف بمعنى نفس المعنى الضجر والملل بنفس المعنى نستخرج من النص العلم والمعرفة نفس المعنى علاقة التشابه في نوع الجمع صفحات وخبرات صفحات جمع مؤنث سالم وخبرات جمع مؤنث سالم يتبقى لديكم استخراج علاقة التشابه في نوع الجمع من النص بارك الله فيكم أستبعد الكلمة الغريبة من أسرة الفعل كتبة بالتلوين حقرها أو وضع علامة صح لا بأس ثم أبحث عن معناها في معجم اللغوي وأضعها في جملة مفيدة كتب أو كتبة نقرأ هذه الكلمات ومن خلال فهم هذه الكلمات نستطيع استخراج الكلمة التي ليس لها علاقة بهذه الكلمات بشكل عام كما وضع معنا أسرة الفعل كتبة مكتبة كاتب كاتب مكتوب كتب مكتب كتيبة كتاب توضيح نلاحظ أن مكتبة نلاحظ أن مكتبة اشتقت من الفعل كتبة أو كاتب أيضا من الفعل كتبة كاتب اسم لشخص يكتب أو اسم نعم اسم لشخص يكتب يسمى كاتب مكتوب ورقة مكتوب فيه مكتوب بداخلها نقول مكتوب كتب مجموعة من الكتب أيضا مكتب بنفس الطريقة كتيبة هل لها علاقة بكلمة كتب أو كتبة كتيبة أحسنتم كتيبة ليس لها علاقة بكلمة كتبة نضع عليها علامة صح أو نلون أو نلون الإشارة ثم ندون هذه الملاحظات الكلمة الغريبة كتيبة أريد منكم استخراج معناها ثم نضعها في جملة مفيدة ثم نضعها في جملة مفيدة سوف نتناقش حول هذا التطبيق في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى أفهم بماذا كانت هند تحدث نفسها وهي في الطريق إلى معرض الكتاب من خلال النص أستطيع استخراج ماذا كانت هند تحدث نفسها كانت تقول أية متعة سأجدها في هذه الرحلة لماذا تعجبت هند من حديث الكتاب لأن طرحه للحديث عن نفسه بطريقة جذابة ومذهلة جعلتها تستمع إليه ثالثا لماذا يعد الكتاب ضرورة لكل إنسان الكتاب ضرورة لكل إنسان والقراءة أيضا ضرورة لكل إنسان تستطيع أن تكتب الفائدة أو الضرورة لتستطيع أن تكتب الضرورة والفائدة من الكتاب والقراءة بطريقتكم وأنا كتبت بهذه الطريقة لأنه يحتوي على علوم ومعارف من الماضي وتفيد في المستقبل ممكن أن نضيف أيضا ضرورات أخرى أنها تزيد المعارف أيضا أنها تنمي العقل أيضا تزيد من الكلمات والمعاني الغوية إلى آخرة الكتاب ضروري لكل إنسان بما وصف الكتاب نفسه وصف الكتاب نفسه بأنه يتنقل بين الماضي والمستقبل أيضا يقدم أنواع من المعارف والخبرات أيضا مؤنس في الوحدة وصديق صدوق أيضا لا يفشي سرا ولا يكتم نفعا خامسا قال الكتاب أنني أتنقل بكم بين الماضي والحاضر والمستقبل ماذا يقصد بذلك؟ يقصد بذلك العلوم والمعارف القديمة التي كانت في الماضي أيضا قصص التاريخ للأمم السابقة في الماضي طبعا أيضا العلوم والمعارف التي نستفيد منها لمستقبلنا القادم أكمل المخطط الآتي الدال على سمات الكتاب الواردة في النص الكتاب تطور في مراحل أيضا وله مكونات أيضا له صفات من خلال النص مراحل تطور الكتاب أولا لوحة طينية كما ورد معنا في النص ثم تطور إلى كتاب ورقي ثم تطور إلى كتاب إلكتروني كما هو في عصرنا الحالي من مكونات الكتاب كما ورد في النص كلمات خطوط صور ملونة من صفاته أنيق ذو تجليد فاخر ذو ألوان جميلة أنتقلوا إياكم إلى إبداء رأيي حول فكرة معينة كيف علاقة أم هند بالكتاب؟ أدعم رأيي بما يؤيده من النص أيضا هل استطاع العلم الحديث أن يصنع كتابا ناطقا أدعم رأيي بمثال ودي أيها الأخوان والأخوات المناقشة مع المعلم والمعلمة حول هذين الرأيين ثم أرضه على المعلم والمعلمة مع مجموعة في الفصل أقرأ أشارك من بجواري في قراءة الحوار فأمثل دور الكتاب ويمثل من بجواري دور هند مع الانتباه إلى مهارة القراءة الجهرية التي تعلمتها بعد أن ننتهي من هذا النشاط أستطيع أن أقيم نفسي في القراءة أستطيع أن أقيم نفسي في القراءة بطاقة التقويم الذاتي ألاحظ قراءتي وأقومها وفق المهارات الآتي بوضع علامة صح عند الإجابة بنعم وعلامة خطأ عند الإجابة بلا بمعنى عندما أنهي القراءة لدي عدد من المهارات نعم لدي عدد من المهارات هذه عرضها أمامكم وموجودة ديكم في الكتب أضع عند المهارة التي أتقنها علامة صح إذا أتقنتها نعم فأضع علامة صح على سبيل المثال إدراك الكلمات من خلال السير بعيني من اليمين إلى الإسار على السطر وإلى آخر من هذه المهارات الموجودة لدي بوضع علامة صح أو علامة خطأ إذا لم أتقن هذه المهارة وثم في حالة عدم الإتقان أعيد وأكرر إلى أن أصل إلى النتيجة الجميلة وإتقان المهارة أغني ملف تعلمي على أحد الجبال القريبة من مكة وفي غار حراء كان محمد صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه ويفكر في خالق الكون الكبير وذات يوم بينما كان محمد صلى الله عليه وسلم في الغار أتى إليه ملك على هيئة رجل وضمه إليه وقال له إقرأ فجأ محمد صلى الله عليه وسلم وتعجب لطلبه فهو أمي لا يقرأ وقال له ما أنا بقارئ وكرر الرجل فعلته ثلاثة مرات وفي المرة الثالثة قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نفذ محمد صلى الله عليه وسلم ما طلبه الملك وأعاد قراءة ما سمع وهو يرتجف خوفا واختفى الملك غادر محمد صلى الله عليه وسلم الغار وعاد مسرعا إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وطلب إليها أن تغطيه بالثياب غطت خديجة رضي الله عنها زوجها بالثياب ودهشت وهي تراه يرتجف فسألته عما جرى معه لدي أربع نقاط أريد الإجابة عليها من خلال ما قرأنا قبل قليل ترى ما الذي جرى لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الرجل الذي رآه في الغار وإلى ما تدعون أول الآيات التي نزلت عليه وما تفسيرها هذا ما سأبحث عن إجابته وأضمنه ملف تعلمي إذن نقوم بالبحث عنها نستعين بالكتاب أو شبكة التواصل العنكبوتية الإنترنت أو المعلم والمعلمة وسوف أجد الإجابة وتظهر لي الفائدة يملي عليك المعلم والمعلمة جملة أو فقرة أثناء تواجدك بالفصل من النص ومن ثم المناقشة حول صحة الكلمات وحول إذا كان لديكم أخطاء لمعرفة أسباب الأخطاء وتصحيحها إلى هنا أيها الإخوان والأخوات طلاب وطالبات الصف الثالث في التعليم المستمر لقد أنهينا درسنا اليوم أمل أن تكونوا قد استفدتم وإلى أن نلتقي في درس قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته